لحظوا معي أن النص يقول أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذفه شوف التحبيب بكلمة يكذف ونعود للنص مرة ثانية كلمة يكذف لم يقل لنا من الذي يقذفه في النار فالذي يقوم بفعل القذف النص لم يذكره لماذا؟ لما فيه من ازدراء ومهانة وتبشع للصورة واحتقار لهذا الشخص الذي يقذف في النار ولا يبالي ذلك جعلت تشبيه الصورة مؤثرة جدا في النفوس وقوى منها ومن النفور منها ذلك المنظر البشع الذي يقذف كأن الشيء كده أخذ ورماه في النار وفي هذا في حرص على أن المؤمن يحب رحمة الله ويحب أن ينال رحمة الله عز وجل فيتمسكوا بإيمانه وشوف كلمة يخذف أن يقذفها تدل على الرمي والطرح والامتهان والذل والاحتكار بل نقذف شوف كلمة نقذف بل نقذف بالحق على الباطل فيرمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق كأنها قزائف قزائف كده وهي الناس في جهنم والعزو بالله هيتوق يكذب بها في النار إذا مروا على السراط كأن الشيء يكذب لحظوا حتى الصورة المنفرة يحب ويكره يحب هذا ويكره هذا الاثنين في قلب المؤمن طبعا في قلب المؤمن لأن دايما هذا ما يسميه العلماء بالطباق أو بالصورة وضدها ماذا تفعل هذه الصورة وضدها تجعل النفس تنتبه وتتيقص ما هذا هذا يحب ويكره يحب ماذا ويكره ماذا ليتعلم الإنسان لأن الحديث مبني على التقابل ليعين على فهم المعنى لأن الإنسان إذا علمت ضد الشيء وضد الشيء يتنبه ويكون يقذا ليسمع هذا الكلام لحظوا أيضا معي أنه قال وأن يكرى أن يعود في الكفري يعني أنا أقول الآن أنا أعود أنا مسافة خارج القاهرة أقول أعود في القاهرة ولا أعود إلى القاهرة أعود إلى فلماذا قال صلى الله عليه وسلم ولابد أن نفهم هذه اللغة العالية جدا عنده صلى الله عليه وسلم فلماذا قال أن يقرأ أن يعود فيه ولم يكن أن يقرأ يعود إلى والأصل أن الفعل يعود يتعدى بإله فلماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم اختار كلمة فيه لأن الفعل أن يعودها ضمن معنى الاستقرار يا لطيف يا رب يعني معنى هذا أن الرجل مهتمئن ومستقر في الكفر ورضي به حينما أقول مثلا فلان في الدار فلان في البيت يعني مستقر في البيت طب فلان إلى البيت يعني لم يصل بعد فلو قال يعود إلى المعنى لا يؤدي ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من المعنى إنما قال أن يعود في الكفري أي أنه مستقر وثابت مثل القرآن قال أو لتعودن في ملتنا لم يقل إلى ملتنا بل فيها تنغمس فيها وتكونوا مثلنا وتشربوها شرب يعني آه أي لتصيرنا إلى ملتنا إذن من يترك أنوار الهدى من يترك أنوار الهدى والإيمان ويتردى في غياه بالكفر والضلال والفسك والحجعوت يحتويه الكفر بظلماته الكفر يحتويه عبر عنه فيه ما هي كلمة فيه دي معناها كده أنو مستقر فيه محتضنه فيه فلان إلى أحضاني ولا فلان فيه أحضاني المعنى مختلف تماما وفي الوقت نفسه يختم الله على سمعه وعلى قلبه وعلى بصره بل يطمس على البصر والبصير والعياذ بالله فتنغلق كل مداركه عن فهم الحق والعياذ بالله